موسيقى اهلا بكم مشاهدين ساعات قليلة تفصلنا عن الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت على الارض دعوات في الشارع للتحرك في السياسة عادت عقارب الساعة الى الوراء في الاجتماع الرابع بين الرئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف ناشيب ميقاتي وعادت العقدة الى وزارة الداخلية في الامن نجح حزب الله في قطع رأس الافعال الفتنوية قبل ان تلدغ لبنان وعلى الحدود مناورات اسرائيلية تحت عنوان اشعة الشمس والمقاومة ترصد ومن الخارج ضغوطات بالجملة على لبنان واقتصاده وامنه الصحي والغذائي الامريكي يضغط لمحاصرة حزب الله اوروبيا ايضا وتقرير لهومن رايتس ووتش عشية الذكرى الرابع من اب يتهم مسؤولين لبنانيين كبارا بالتورط في انفجار المرفأ مشهد يؤكد ان لبنان مقدم على مرحلة حاسمة يبقى فيها الامل حاضرا رغم الالم اهلا بكم مجددا مشاهدين في هذه التغطية الخاصة في الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت الذكرى السنوية الاولى معنا في هذه الحلقة الوزير السابق كريم بقردوني اهلا بك معا الوزير مشهد خير ومعنا هنا في استوديو نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قمواتي اهلا بك معا الوزير معا الوزير سأبدأ من المشكل الاخير الذي حصل في خلدي الاعتقالات التي نفذها الجيش اللبناني حتى اليوم هل هي كافية لوقد الفتنة في خلدي ولانهاء المشكل الذي لا يتعلق فقط بالحادثة التي حصلت او الكمينة التي حصل ولكن ايضا بكل ما يتعلق بطريق الجنوب ليس فقط في خلدي انما في نقاط عدة نعم طبعا الاعتقالات والتوقفات التي حصلت من قبل الجيش اللبناني لجريمة كبرى التي حصلت منذ يومين الآن نعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن هذه الخطوة يجب ان تستكمل بخطوات اخرى لاعتقال كافة المجرمين الذين تعرضوا لموكب التشييع وايضا كلنا يعلم ان الذي اغتال الشهيد علي شبلي ايضا قد تم توقفه ان يحاكم محاكمة كما ينبغي وان ينال عقابه المطلوب العادل طبعا وبالتالي ربما دماء الشهداء الذين ارتقوا منذ يومين ربما تكون هذه الدماء هي مفتاح طريق الجنوب لكي يبقى هذا الطريق سالكا ومفتوحا وامنا لجميع المواطنين اللبنانيين ويكون هؤلاء الشهداء طبعا اضافة للتضحيات الكبرى التي قدموها بدمائهم ايضا قدموا خدمة للوطن بان تبقى هذه الطريق مفتوحة ولكن المطلوب ان الجريمة الكبرى هذه ان لا تكون بدون عقاب يجب ان يكون العقاب صارما ولان هذه المجموعات نحن لا نتهم العشائر العربية ولكن هناك حضن لهذه العصابات قد يكون هذا الحضن يستغل العشائر العربية فيها من كل الاتجاهات ومن كل الانحاء حضن داخلي او خارجي معالي الوزير نحن نعلم ان الحضن حضن محلي ولكن الموجه ربما يقول خارجيا والممول ربما يقول خارجيا وعندنا اطراف معلومات نتابعها ربما توصلنا ويبدو انها ستوصلنا الى خيوط خارجية حركت هذه الجريمة عربية او لا نستطيع ان نحدد جنسيتها بالتحديد يعني لا نستطيع ان نقول ولا يعني اننا لسنا نعلم ولكن لا نستطيع ان نقول يعني نحن هنا لا نتحدث لان نتأكد بطبيعة الحال لكن هنا يعني نتحدث عن اتهام سياسي ولكن هناك وقائع اليوم نتحدث عنها عن هذا الاتهام يعني هذه الصلة لهؤلاء او هذا تحريك الشارع بهذه الطريقة يعني نحن نعلم ان هناك جهات خارجية وجهات اقليمية تحاول ان تجعل لبنان في دائرة الفوضى وفي دائرة الاتراب بالحد الان نقلم نقول الفوضى الاتراب والقلق للضغط في اتجاهات اخرى يعني في اتجاه ذكرى اربع ااب ذكرى التفجير ولنوع من الابتزاز والاستغلال السياسي السياسي لجريمة انسانية كبيرة طبعا سنتحدث عن تحركات الغد ولكن اسمح لي اولا ان اسأل معالي الوزير كريم بقردوني معالي الوزير يعني جهات سياسية وايضا وسائل اعلام تحدثت عن امر عمليات خارجي اليوم من له المصلحة في جر البلاد الى فتنة وهل هناك فعلا مؤشرات تدل على تدخل مباشر بما حصل في خلده شوفي ما بهمني انا الخارج انا بهمني الداخل وهكذا امر عملية تحدث لا اول مرة انا بذاكرتي ما بذكر انه صار فيه اطلاق نار على تشييع يعني هالناس اللي كانت ماشي عالطريق ما كانت ماشي عم تتمشع يعني كانت ماشي بتشييع لأول مرة بلبدان بذاكرتي جرى اطلاق نار على مشيعين مهما كانت العدوات والخلافات فيما بينهم اذا ما حدث هو جريمة غير مسبوقة الامر الثاني انا لا اعتقد ان الذين قاموا بهذه العملية ابرياء هلا انا ما بعرفون ويمكن ما نعرفون بس اللي قام بهذه الجريمة او مفهمين يعني هالنا اللي طلوا على السطوح طي اوصوا الغاية منها هو تخريب الوضع اللبناني الداخلي وليس بالصدفة ان يكون ذلك قبل اربعة اب لانه اربعة اب ما زال في النفوس والعقول والقلوب غطبة كبيرة ووجع كبير يعني الفين وثمانتعشر ميتان وثمانتعشر ضحية ستة الاف جريح سبعة وسبعين موقع او مسكن سبعة وسبعين الف مسكن دمر هذه الجريمة ما زالت حية في عقولنا انا بقولك بالنسبة الي اليوم بعد مرور سنة ما زلت بذات الوضع الوجع والغضب ما زال عندي بحده الاقصى انا بتقيد اذا واحد مثلي الباقين هكذا نعم مع الوزير هل كانوا يعتقدون ان ردة فعل الحزب يعني على الارض ستكون مختلفة يعني ليه افتعال هكذا اشكال قبل ذكرى الرابع من اب يعني انا ما بعتقد انه يلي بفكر هيك ما بيعرف حزب الله اولا انا برأيي هاي اولا تانيا انا عندي يعني اذا لابد من اتهام احد بعد ما عنا طبعا الاسبتات ولكن كل ما هو داعشي يقوم بهكذا اعمال وانا بعتقد انه يجب التفتيش مش شو بيعمل حزب الله بحزب الله ما ممكن يعمل هاك لانه عنده ما يكفي من معرفة وزكاء واخلاق لا تسمح له ان يقوم بهذه العملية اما الداعشي يعني القاتم الداعش وهني قسر اخر انا بعتقد قادرين انه يعملوا هالعملية والغاية كانت هي تخريب الوضع اللبناني وبصورة خاصة قبل اربع الشهر يعني اربع ابي اللي هو ذكرى اليمة نعم مع الوزير انا بتصور في علاقة في توقيت في التوقيت ما بين ما حدث من قبلهم واربع واربع ااب انا متأكد على يقين من ذلك ما عندي ما عندي اثبتات ولكن على يقين وانا اعتقد ان الذي قام بهذا العملية هو داعشي ما نعم مع الوزير مع الوزير محمود قماطي هل يعني اليوم التحركات الدعوات غدا للتحرك هل يمكن ان نقول ما حصل في خلدي اليوم كيف سينعكس على هذا الطريق تحديدا نحن شاهدنا خلال العامين الماضيين ان هذا الطريق كان المفتاح يعني اقفال طريق الجنوب ها حالة الاستفزاز التي حصلت غدا هل يمكن ان يعني تكون اختبار لما بعد خلدي فيما يتعلق بمنطقة خلدي وفيما يتعلق بالمناطق الاخرى لسيما ان بعض الدعوات حملت اتهام صريح للمقاومة يعني اول شي تحياتي للصديق والزميل استاذ كريم وما تتم الدعوات اليه في الغد يعني في الحقيقة يحزن يحزن المرء يعني انه هناك جريمة وتفجير ضخم عالمي دولي فيه كثير من الدم فيه كثير من العاطفة من الانسانية يجب ان يأخذ طابع المطالبة بمعاقبة المهملين والمقصرين والمسؤولين عن هذا الانفجار ان يؤخذ باتجاهات سياسية يعني الان عوائل الشهداء تستحرك خلال شهداء الانفجار اربع ام تحركوا بنوع من الحضارة وبستوى من الرقي كانوا يطالبون بالتحقيق والتحقيق والحقيقة 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 وهذا حقهم وهذا حق الشعب اللبناني بكمله وهذا حق من تعرض للضرر ومن لم يتعرض للضرر وبالتالي ان نسمح اليوم مع الاسف لن نسمح بعد اليوم لن نسمح لهذه الاصوات ان تبتز الانسانية ونن نسمح لهذه الاصوات الشاذة التي تدعو لتخريب الوطن وأغلاق الطرقات وإيقاع الضرر بالشعب اللبناني بأن تتحدث باسم الشعب اللبناني وباسم عوائل الشهداء وهي آخر من يشعر مع الشهداء وآخر من يشعر مع عوائل الشهداء لذلك أي دعوة للإضرار بالشعب وبالناس وبعامة الناس لا تنسجم مع تطلعات عوائل الشهداء ولا مع الشهداء نعم الرئيس لبناني ميشيل عون اليوم في كلمة حذر من استخدام هذا الحراك ويعني فيه لغايات أخرى اليوم في حال كان هناك بعض المجموعات أو ما يسمى دائما بالطبور الخامس يعني في الغد كيف سيتصرف حزب الله على الأرض لسيما في المناطق الحساسة نحن جزء من الشعب وجزء من المواطنين ونحن نطعط دائما بحكمة وعقل وموضوعية ونتحمل العذاب ونتحمل الألم ونتحمل الضرر من هؤلاء الذين نحن وجميع الشعب اللبناني من هؤلاء الذين يقطعون الطرقات نحن نقول وناشد أنا هنا عوائل الشهداء الذين نحبهم ونقدرهم ونشعر معهم بكل ألم وبكل وجع وإلى جانبهم ومع الوصول إلى الحقيقة كل الحقيقة سريعا أن أناشدهم وأقول لهم لا تسمحوا للسياسيين كل السياسيين اللي مع واللي ضد واللي لا تسمحوا للسياسيين بأن يستغلوا قضيتكم العادلة التي هي قضية الوطن نعم اليوم بالانتقال إلى بالتزامن اللبنانيون ينتظرون كانوا ينتظرون على الأقل أن تحل هذه الذكرة وعلى الأقل أن تبصر الحكومة النور في اللقاءات الأولى كان هناك تفاؤل كبير يبدو أن هذا التفاؤل بالأمس لن أقول انتهى ولكن على الأقل لم يعد بنفس درجة كما كان سابقا نفس المشكلة فيما يتعلق بوزارة الداخلية هل هي المشكلة فعلا في وزارة الداخلية؟ الحقيقة أن الأمور في موضوع تشكيل الحكومة بدأت بانطلاقة قوية كما تفضلت والآن بدأت العقد الداخلية تتحرك نحن من جهتنا الثناء الوطني من جهتنا دعمنا تشكيل الحكومة لسبب وحيد هو أن هذا البلد يحتاج إلى إنقاذ وهذا البلد لا يتحمل أن نناقش في شخص مكلف وضوابط وصفات الشخص المكلف وهذا نرضى به وهذا لا نرضى به ولكن ذهبنا إلى أن ضرورة وإنقاذ الوطن ولمصلحة الشعب اللبناني وحاجاته وآلمه وخدماته نحتاج إلى حكومة أي حكومة نحتاج إلى حكومة والعالم في الخارج يربط مساعدة لبنان بأي أمر من المساعدات فيربطه بتشكيل الحكومة ويعتبر تشكيل الحكومة ممر إلزامي لذلك ذهبنا لدعم هذا الرئيس المكلف لتشكيل حكومة وراضينا بموضوع الإختصاصيين وراضينا بموضوع غير الحزبيين وراضينا بموضوع غير السياسيين راضينا بكل شيء في سبيل أن ننقذ الشعب اللبناني وتنزلنا عن كثير من الأمور الصغيرة والكبيرة من دون قناعة بشخص رئيس الحكومة بغض النظر عن شخص الحكومة عن شخص الرئيس بغض النظر موقفنا كان واضحا قبل أن يكلف أي شخص يطرح للتكليف لهذه الحكومة كما كنا نقف أيضا مع تشكيل الحكومة عندما كلف الرئيس الحريري أيضا الآن مع الرئيس بيقاتي لكي ننقذ البلد المهم أن ننقذ هذا البلد وأن نمنع لبنان من الانهيار هذا هو الهدف الأساسي لموافقتنا ومواكبتنا الآن بدأت العقد الصغيرة مع الأسف تطرح لتشكيل الحكومة طارئا يعني بمواضيع أصلا كانت قائمة في العقد تشكيل الحكومة السابقة الآن هي نفسها تعود للظهور سنتحدث إذا كانت هذه العقد فعلا هي العقد أو هي واجهة لعقد أخرى لكن اسمح لي أن أسأل معلل الوزير كريم بقردوني اليوم هل يريد الغرب فعلا حكومة كما يضع شروطا لمسألة المساعدات أم أنه هو الذي يضع العوائق يعني أنا بقول خليني كمان مرة أقول أنه شو بده الغرب يمكن ما في غرب واحد يمكن في غرباء كثيرون شو بده الغرب يلي بده نحن نأخذ كلامه المعلن على ما هو عكل أحوال بالنسبة لنا فرنسا وبصورة خاصة الرئيس ماكرون يتميز ونعتقد أنه مهتم بلبنان وأنه يتابع أو يتابع ما وعد به ويعمل جدا وبدليل أنه يعني غدا سيكون هناك من جديد لقاءات ومؤتمرات من أجل مساعدة لبنان وأرسل يعني واقعيا أرسل مساعدات خاصة على المستوى التربوي والثقافي والصحي إذن ليهم من الغرب كثيرا من هذا الغرب فرنسا ماكرون تساعد أعترف بذلك ويجب كلنا أن نعترف بذلك أما ما يهمني أنا الداخل الداخل اللبناني يعني عم بيقولوله تعخذ مال مقابل تألف حكومة عم بيجي ما يألف حكومة ورغم أنه عم بيعطوه شوية مال بعد ما عم بيأخذ المساعدات الكافية أنا برأيي فكرة الإصلاحات يلي هي رئيسية في هذا الموضوع ضرورة أن نقوم بها سواء إجت مساعدات أو لم تأتي مساعدات يعني ما يطلب مننا ما تطلب مننا فرنسا والمجموعة الأوروبية بشكل عام القيام بإصلاحات أنا برأيي النظام اللبناني يحتاج إلى إصلاحات والمنظومة اللبنانية يجب أن تتغير يعني يجب أن نرى في الانتخابات المقبلة وجوه جديدة وقيادات جديدة لا تنحس أنه لبنان مش متخلف عن ما يحدث بكل المنطقة لبل متقدم بناء على ذلك أنا جوابي إليك بشكل واضح أنا بمعزل عن مطلب فرنسا والغرب أنا أعتقد أن الإصلاحات في النظام اللبناني ضرورية بمعزل عن أي طلب ونحن كلبنانيين لازم نتفق على هذه الإصلاحات لأنه بدون هذه الإصلاحات لبنان في حالة تدهور إلى الهاوية حتى لا أقول تدهور إلى الهاوية أقول هو يقترب من هذه الهاوية نعم معالي وزير ولكن تحدثت عن تغيير أسماء ووجوه يعني نحن هل يكفي في لبنان تغيير أسماء ووجوه أم أن هناك تركيبة يعني معينة يجب أن يتم إصلاحها بالكامل أو تغيير تغييرها يعني لا نتحدث هنا عن تغيير وجوه فقط ربما تتغير بعض الوجوه وتبقى التركيبة وكل التفاصيل المتعلقة بالنظام السياسي هي نفسها أنا نحن بيحكي بتغيير الأشخاص معينة تغيير في السياسات يعني هؤلاء مش أشخاص رايحين نعمل صهرة أو عم بيطلبوا تعملوا جمعية خيرية هؤلاء نواب والوزراء وقيادين هؤلاء أنا برأيهم أمام تجربة تجربة الانتخابات وآمل أن الشعب اللبناني ما يقع بخطيئة الدائمة ينتقضهم خلال أربع سنوات ثم يعود فيصوت لهم في السنة الرابعة أنا شخصيا بأعتقد تحثر فيه تغيير أساسي كل الشباب بدءا من ولدي ليش بدي بعيد يعني من ولدي يلي بين الخمسين والأربعين من الخمسينات حتى العشرينات من الشباب كلهم يريدون تغيير مش الأشخاص يريدون تغيير في النظام في المقاربة في السياسة يشعرون بأنه في فساد يجب أن يحارب يشعرون بأنه هناك أناس لا يفكرون إلا بمناطقهم وبطوائفهم وبمكاناتهم وينسونا أنه في وطن وفي دولة أنا بتصور نحن على أبواب متغيرات حقيقية بدأت معالمها خلانا نعترف بال2019 هي مستمرة بأشكال مختلفة وأمل أن تكون الانتخابات هي حلنا نقول نقطة محيسبة نقطة معاقبة مش نقطة تأييد وأنه معاودين على الشخص أو لأنه منعرف الشخص في خيار تاريخي سيحدث أو آمل أنه سيحدث في الانتخابات المقبلة نعم بالحديث عن الانتخابات المقبلة نحن نحتاج بداية إلى حكومة سنتحدث إذا كانت هذه حكومة انتخابات أو حكومة إصلاحات ولكن مع الوزير هل تعتقد أن اليوم العائق الأساسي هو في هذه التحركات والضغوطات التي تمارس من أطراف عربية وخارجية على الداخل اللبناني لفرض شروط من هناك قد تكون بشكل شروط أو بشكل عوائق ولكن في الحقيقة هو قرار بعدم تشكيل حكومة في عهد الرئيس ميشيل عون نحن نعطي أدن في تدخلات خارجية عربية وأجنبية وفي محاولة فرض شروط على الحكومة وهناك أيضا عقلية داخلية لبنانية ومعوقات داخلية لبنانية أيضا تساعد على تعقيد الأمور وربما أيضا تساعد للتعقيدات الخارجية كما حصل بالتجربة السابقة وظلت الأمور تعلن أنها عقبات محلية ولكن في نهاية المطاف بعدما ذللت ونحن ممن سعى ونجح في تذليل العقبات المحلية حينها ولكن تبين أخيرا أن العقدة إقليمية وليست محلية والآن أيضا تتداخل العقد من جديد تتداخل العقد من جديد وما يزال الأمل قائما ما يزال الأمل قائما في تذليل هذه العقد المحلية تحديدا ونحن نساهم في ذلك والخارجية ولكن على عاطق غيرنا لأن نحن يستطيع أن نؤثر في هذا الخارج الذي يعقد الأمور المهم أن تتشكل حكومة وإذا شكلت حكومة إذا شكلت حكومة يستطيع أن يتنفس الشعب اللبناني قليلا ببعض الأكسجين بسبب تشكيل هذه الحكومة وإذا لم تتشكل الحكومة فنحن نقول أن الانهيار الذي يهددون به هذا الانهيار للبنان ليس لمصلحات الذين يطويقون لبنان ويخلقون لبنان والذي سبب للبنان هذه الأزمة يعني بتعبير أوضح أنه أسباب الأزمة فساد داخلي لبناني ونحن معنيون بالتصدي له كلبنانيين وكسياسيين للفساد الداخلي اللبناني وأما التطويق من الخارج يعني ما تفعله أمريكا وما يفعله الاتحاد الأوروبي وما تفعله دول الخليج بتطويق لبنان اقتصاديا وخنقه وخنقه لإيصاله إلى الاستسلام إلى أن يسلم بكل الشروط وما يفعلونه هذا هو يحفرون قبر مصالحهم في لبنان يحفرون قبر مصالحهم في لبنان إذا وصل اللبنان إلى الانهيار فهذا يعني أن مصالح الخارج سوف تنهار يعني لهم مصالح في لبنان الجيش اللبناني سيفتت هذا مصنع وطنية ليس مصنع خارجية الجيش اللبناني سيفتت قوى الأمن الداخلي ستفتت مصالح الخارج ستضرب الاقتصاد الذي كان ينسق مع الخارج ويتماهى مع الخارج سيضرب على ماذا يراهنون إذن معالي الوزير انهياركم قبل لذلك نحن نقول لهم نعم يراهنون هم يستمرون بالضغط ويتركون المجال للتنفيس لأكسجين عن طريق غيرهم يعني هناك بدأ يحاول أن يعطي بعض الأكسجين البسيط ولكنهم يستمرون في الضغط حتى يحققوا ما يريدون نحن نقول لهم لا تضغطوا أكثر على الشعب اللبناني ولا تضغطوا على اللبنان أكثر ولا ننكر أن الفساد له دور في الأزمة بل يجب أن نحارب الفساد ولكن العامل الأكبر هو عامل الضغط الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تضغط على الشعب اللبناني لإذلاله وليه وتعطينا شوية يعني مثل الله كمامات أو مشاكل وزعنا السفيرة الأمريكية ونحن عم نساعد لبنان هذا مهزلة الآن أنتم تطوقون لبنان وإذا وصل لبنان إلى مرحلة الخطر فإن الخطر على مصالحكم قبل أي شيء آخر وبالتالي نقول لهم لحق حالكم ما يقبل به حزب الله اليوم لن يقبل به غدا يعني اليوم نحن عم نقول للعالم وللإقليم وللمحلي وللعامل المحلي نحن راضيين بالاختصاصيين وراضيين أنه حكومة غير سياسية وراضيين بكل شيء ولكن إذا استمرأتم في هذا راضيين لننقذ الشعب فإن لم ترفعوا أيديكم على لبنان إن لم ترفعوا أيديكم على لبنان إن لم ترفعوا ضغطكم على لبنان إن استمرأتم في ضغطكم وفي إيصال لبنان إلى الهيار فبعد نحن مألنا هذه مصلحة أنه بهذه التنازلات التي نتنازلها لأجل الشعب وليس لأجل عيونها وهو الخيار الآخر معالد وزر الخيار الآخر هم أن يرفعوا ضغطاتهم على لبنان خياركم الآخر خيارنا المواجهة خيارنا نحن سنواجه بالاقتصاد سنواجه بالسياسة سنواجه بكل أنواع المواجهة لكي وسنواجه بالزهاب شرقا بالزهاب شرقا حينئذن الدولة العميقة وهذا كلام خليفها ممنح خليفها ممنح الدولة العميقة الموجودة حاليا حزب الله مسيطرة على الدولة حزب الله هو الدولة وحزب الله بيعمل اللي بده إيه بالدولة طيب هاي حزب الله دعا للذهاب شرقا شو طلع معنا؟ إيران تعرض خدماتها فيرفضون مين اللي عم يرفض؟ الصين تعرض خدماتها فيرفضون روسيا تعرض خدماتها فيرفضون سوريا تعرض خدماتها فيرفضون ويحاربون ويتهمون مين اللي عم يرفض؟ حزب الله إذا حزب الله كان مش الدولة هو الدولة بيأيده كان أول ما بيصير أنه بوافع كل المساعدات للشعب اللبناني وبينقذها للشعب اللبناني هذه الدولة العميقة المنقادة لسياسة أمريكا وهي الدولة العميقة المنقادة لسياسة الاتحاد الأوروبي وهي الدولة العميقة التي رفضت بإزلال السيادة اللبنانية عندما انصاعت لعدم الاستمرار بالتنقيب على النضفط بالبلوك رأم أربعة التي فيه كميات وافرة وواعدة للبنان والشعب اللبناني هذه الدولة العميقة هي اللي بدأت زل لبنان خياراتنا من ضمن المواجهة الزهب شرقا عندما تسود الفوضى ويتخلى الغرب عيننا ويستمرون بالتطويق وبالضغط للوصول إلى الانهيار لن نرضى بالانهيار سنذهب شرقا شاء من شاء وأبا من أبا والغريب أن الكيانة الإسرائيلي توجه إلى الصين في مسألة افتتاح مرفأ حيفا الجديد طبعا عن التدخلات الإسرائيلية سنتحدث بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا أهلا بكم مجددا مشاهدينا مع الوزير كريم بقرادوني يعني اليوم في مسألة تأليف الحكومة ومسألة تكليف الرئيس ميقاتي المقاطعة المسيحية التي حصلت من القوتين الأكبر اليوم كيف تؤثر على مسألة فعلا إمكانية أن تكون هذه الحكومة تقود مرحلة إنقاذية إذا تمكن الرئيس ميقاتي من تشكيلها بتسمحي لي بس قبل ما جاوب على سؤالي بدي أعلق على ما سمعته من صديقي وعزيزي حول الخارج أنا تحشيت عمدا أنه فوت بموضوع الخارج حتى لا نلتهي عن الداخل وأنا معه بشكل عام أنه كل تدخل خارجي يتدخل من أجل مصالحه وليس من أجل مصالح لبنان وأنه ليس كل تدخل خارجي كباقي التدخلات مثلا أنا بشوف أنه التدخل الروسي أو الصيني أو الإيراني أو يعني غير تدخل لأمريكي والإسرائيلي والسعودي وغيرهم في فارق حقيقي بس حتى لا أدخل في هذه الأمور وأنسى الداخل أريد أن أضيف إلى الكلام أنه هناك داخل هو الذي ينادي الخارج للدخول إلى لبنان يعني مش كل مرة الخارج يقرر أن يدخل بس في كل مرة يدخل الخارج لأنه لبنانيين راحوا طلبوا مساعدته أو عندما قرر التدخل ساندوه أنا بوقف قدام هالنقطة الاتفاق الوفاق الوطني يجب أن يقوم على قاعدة واحدة أسسية أنه لا علاقة للخارج في الداخل اللبناني ولا يجوز للداخل اللبناني أن يعتمد على الخارج ضد مواطنه أو شقيقه أو أخيه اللبناني هذه القاعدة أنا بحب شدد عليها في كل المسائل الخارجية أنه في تدخل خارجي ما يكون بطلب لبناني وإذا جرى هذا التدخل بدون طلب لبناني أن يجتمع اللبنانيون على رفضه والتفاهم فيما بينهم أصعب تفاهم يعني أكثر تفاهم داخلي أكثر تفاهم داخلي مكلف على بعض الأطراف بيكون أرخص بكتير من أهم تدخل خارجي لهذه الأطراف هذه بس كنت أعمل هذه الملاحظة أنا بشكل عام ما سمعته أوافق عليها هلأ سأليني السؤال يلي بديكي نعم فيما يتعلق بمسألة تأليف الحكومة يعني مقاطعة القوتين المسيحيتين الأكبر في لبنان لمسألة المشاركة والتكليف والاستشارات حتى سابقا يعني اليوم كيف يمكن أن يؤثر هذا على عمل هذه الحكومة وعلى ما تحدث عنه مسألة الوحدة الوطنية بما أنه يعول على هذه الحكومة على الأقل أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان أو على الأقل إلى الانتخابات النيابية المقبلة طبعا في حال نجح في تأمين فيها الرئيس حيامي قاتي أنا بدي أقول شغلي وحدي ردا على الكلام يلي سمعته منيك أنه اليوم القوتين أو ما بعض شو سمعته اليوم المسيحيتين متفقين على أنه تشكيل الحكومة غير السياسية وغير الحزبية يعني حكومة خلينا نقول حكومة أخصائيين حياديين لا علاقة لهم في السياسة وليس لهم انتماء سياسي هو هذا الحل يلي عم بيجرى بالواقع ما عم بيجرى هايك بعض الأطراف عم بتعين من عنده وزراءها ولو كانوا بالظاهر غير سياسيين وحياديين ولكن هي عم تعينون أنا بعتقد أنه نقطة الخلاف الرئيسية أنه يجب أن يتم الاتفاق بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على مجموعة حياديين عن حق مش كل واحد يجيب الحياديين طبعه يجيب حياديين عن حق ومحترمين وقادرين على خلال هذه الستة أشهر أو سبعة أشهر قبل الانتخابات أن يعملوا بعض الإصلاحات لأنه ما بيقدروا يعملوا كثير من الإصلاحات وأن يستعدوا لخلق أجواء لبنانية تسمح بانتخابات في مواقيتها أنا بعتقد هل أدي هلأ صرنا مطالبنا زغريت من الحكومة لسبب أنا ما فهمين أبداً ولا قبلين أبداً أنه ما تتألف الحكومة خلال أسبوع خلال أسبوعين لا أفهم ذلك أبداً إلا إذا كنا بدنا نقلف تحت أسماء حياديين حكومات سياسية لها انتماءات نحن نحن أنا أعتقد أنه مش هلأ وقت هذه النوع من الحكومات وغير مطروح أساساً نعم ما علي الوزير هل يعني اليوم مشروع أمريكي جديد لفرض يعني أوروبياً على الأقل لفرض على الاتحاد الأوروبي أو لطلب من الاتحاد الأوروبي أن يجعل كل أجنحة حزب الله بما فيها السياسي على لائحة الإرهاب من جهة أخرى منورات للعدو على الحدود الجنوبية يعني إسرائيل تعيش هذه الأيام يعني مرحلة جديدة بما أنها تستخدم مباشرة أدول خليجية يعني للترويج لمشروع التطبيع والترويج لإسرائيل وتستخدمها حتى في الملف اللبناني وبالتالي اليوم هل تزال إسرائيل على رجل نص تغير الواقع؟ نحن نقدر أن المشروع الأمريكي ليس جديدا وإنما أضيفت خطوة جديدة خطوة جديدة في المشروع الأمريكي لعزل حزب الله دوليا ولعزل حزب الله إقليميا ولعزل حزب الله محليا كل ما يجري الآن وبهذا الاتجاه الآن هذه خطوة جديدة طبعا تتزامن كما تفضلت مع المناورات الإسرائيلية ولكن إسرائيل اليوم نعم إسرائيل اليوم ما تزال على إجر ونص ما تزال على إجر ونص مش هاي إسرائيل هاي إسرائيل اللي لم تصبد 11 يوم أمام المقاومة الفلسطينية في غزة هاي إسرائيل التي لم تصبد 33 يوم في لبنان هاي إسرائيل التي ترتجف خوفها اليوم من قدرات إيران الصاروخية نعم على إجر ونص إذا ما صارت على إجر وحدي بعد فترة كمانة هلأ نحن نحن في موقع القوة محور المقاومة في محور في موقع القوة وفي موقع المنتصر وليس في موقع المهزوم ولا في موقع الضعف لذلك بدأت انتبه إلى هذه النقطة وننتبه إلى أنه إسرائيل آخر مناورة كانت أعلنت عنها هي مناورة في مواجهة حرب شابلة هني قالوا مش نحن قالوا قبل حرب يعني هي عندما تحسب حساباتها في مواجهة المقاومة في لبنان أو في مواجهة المقاومة في فلسطين هي تعمل حساب اليوم إذا شنت حربا على لبنان فمن المحتمل عندها من المحتمل عندنا عندها ومن المحتمل عندنا أيضا مش بس عندها إنها ستواجه حرب شاملة على مستوى المنطقة فهي لم تستطع أن تصمد أمام فصائل فلسطينية مفردة فكاد ستصمد أمام حرب شاملة على مستوى المنطقة بدي أقول بالواقع هي على إجر واحدة وعلى إجر ونص ولكن هي تظهر خلاف ذلك تظهر أنها تحاول أن تستعيد الهيبة واليوم أمام إجر في المنطقة من توافق دولي ومن تراجع أمريكي عن العقوبات على إيران ومن تغير في السياسة السعودية تجاه إيران وتجاه سوريا وتجاه المنطقة كل ذلك يجعل إسرائيل تعود إلى مرحلة العزلة رغم ما فعلته بمساعدة أمريكية من تطبيع ضعيف وواهن رغم ذلك فهي تعود إلى العزلة بالجديد ما استنتجه اليوم أن إسرائيل نعم ما تزال في موقع الخائف والمتربص والذي يخشع من تطورات المنطقة التي ليست لمصلحته ألا يمكن أن تفكر بطريقة مختلفة فيما يتعلق بأن الوضع الداخلي اللبناني يضغط على المقاومة هنا لا أتحدث عن كامل محور المقاومة ولكن على الأقل من نسبة للمقاومة في لبنان هذا الضغط الاقتصادي هذا الضغط على جمهور المقاومة كما على كل اللبنانيين في مسألة الأمن الصحي والغذاء وكل هذه التفاصيل هل يجعلها تفكر بأن هذا الوقت قد يكون مناسبا لأن الصورة توحي بأن المقاومة تحتاج إلى أن تكون في الداخل وعلى الحدود في الوقت نفسه؟ نحن نملك القدرة في الوقت الذي يجب أن نملك فيه القدرة العسكرية والقدرة الأمنية والجهوزية الكاملة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي بل ما زلنا على وعدنا بالرد على اغتيال المقاومين اللبنانيين في أي وقت وفي أي مكان كل هذه المعادلة ما تزال قائمة في الوقت الذي نحن في هذه الجهوزية أيضا نحن نعمل في الداخل اللبناني لمصلحة شعبنا الجائع المجوع والمأزوم في كل خدمات حياتي بالأسباب التي ذكرناها نحن جاهزون ونعمل بكل جهد وبكل قوة ولا تدخر جهدا لكي نخدم شعبنا اللبناني وليس جمهور المقاومة فقط لكي نخدم جمهور المقاومة ولكي نخدم الشعب اللبناني بكل ما نستطيع لمواجهة الهجوم الاقتصادي والحرب الاقتصادية علينا وتحدثنا كيف الوجهة قبل شوية حتى بكرنا نعم في مسألة تحدثت مع الوزير أيضا أن إسرائيل ستواجه حربا شاملة وهي ليس بإمكانها مواجهة هذه الحرب الشاملة هل هذا يعني أن أي اعتداء اليوم إن كان على لبنان أو على أي طرف من محور المقاومة سيكون الرد شاملا أنا قلت أن إسرائيل تحتمل تحتمل الحرب الشاملة في حال قامت بأي عدوان أو أي حرب على لبنان أو على إيران أو على ونحن أيضا نحتمل ذلك ولكن لا أستطيع أن أقول أن هذه معادلة قد رسمت وانتهت فقط تحذير معا للوزير كريم بقردوني فيما يتعلق اليوم بالتحركات في الداخل اللبناني إذا عدنا للداخل اللبناني للسفراء الأجانب والسفير السعودي هل هذا الأمر أين يصب هل هو في مسألة تتعلق تحديدا بمسألة الحكومة وتأليف الحكومة أم أنه يتعلق بكامل الوضع اللبناني لا سيما ما يحصل في الداخل وكل ما يتعلق ب لن نصف الأمر بالفتنة ولكن ما يتعلق بالعلاقة بين الأطراف اللبنانيين يعني أولا ما فهمت شو السعودية قلت عن السعودية نعم التحركات اليوم عودت السفير السعودي وتأوى اليوم جولاته في لبنان يعني بقدر يجول يعني سفير بقدر يجول أنا ما بعتقد أنه أنه العلاقات اللبنانية فيما بينها لازم لبنانية أولا عم بحكي لازم يكون برعاية خارجية أنا بعتقد هذا أمر تعلمناه ودفعنا الثمن كلنا مقابل هذا الموقف هلأ فيما يتعلق بالعلاقات يعني القوتين المسيحيتين أنا بعتقد القوتين المسيحيتين عندهم خيارهم هني متفاهمين على على استراتيجيا خلينا ولكن مختلفين على تطبيق ما اتفق عليه في معراب ما بدي فوت بهذه المسألة بس في يقول باختصار الوقت حاليا مش مطروح حكومات سياسية يعني أنا هون بدي أرجع ركز على النقطة مش محتروح حكومات سياسية مطروح حكومات غير سياسية وبالتالي يجب على رئيس الحكومة يعني الحرير مبيريح والرئيس الحكومة الحالي اليوم عليه انه يتفق مع رئيس الجمهورية على تركيبة حكومية بدون الاخذ بالاعتبار ارى كل فريق من الافريقاء السياسيين ما انا فريق امان اقول ما بضروري بهالحكومة الي مدتها 8 شهور انه نخربة لبنان ونعجزه ونوقعه بالهاوية ونحطه تحت الخطر والدولار ما بعرف وين بدي يسير كل يوم بتلاقيه بزيادات انا بعتبر ما بتحروس كل هاي هات 7-8 شهور تا منقل في حكومة ونقعد نطرين تا يرضى الاطراف اذا بدنا نروح الى ارضاء الاطراف انا برأيي بيجيبوا قيادات اذا بدنا هلأ نعمل حكومة مش حيادي مش غير سياسية خليوا يجو كل القيادات على حكومة 14 يجو كل القيادات المسيحية والاسلامية الوطنية واللبنانية يجو شارقوا فيها ايه بنقول وقته حكومة سياسية 100% في وضع سياسي خطير ممكن نقترب منه خليها يتحملوا السياسيين مباشرة اما ان نبقى نحط السياسيين يتخبوا باسماء اخرى وهالاسماء تلعب هاللعبة انا برأي ما بتتألف حكومة وممكن بهالحال تروح الحكومة لحد الانتخابات النيابية وما تتألف نعم الوزير السابق كريم بقرادوني شكرا لك كنت معنا من غد راس وشكر ايضا لك معالي الوزير محمود قماطي عضو المجلس السياسي في حزب الله الشكر لكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة للذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت الى اللقاء